تقبل رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار حازم بدوي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة سوها جندي لبحث الأليات الخاصة بتصويت المصريين المقيمين في الخارج خلال الانتخابات الرئاسية المرتقبة هذا أوضحت وزيرة الهجرة سوها جندي على أنه يوجد تعاون وتنصيق مستمر ودائم بين الهيئة الوطنية للانتخابات والوزارة لتوفير كافة التسهيلات للمصريين في الخارج للإدلاء بأصواتهم وأكدت الوزير على الدور الوطني الذي يقوم به المصريون في الخارج تجاه وطنهم ومشاركتهم في كافة الاستحقاقات الدرسورية وفي الحياة السياسية بوطنهم الأم وخلال اللقاء وجه رئيس الهيئة المستشار حازم بدوي بموافاة وزارة الهجرة بآليات وضوابط التصويت الخاصة بالمصريين بالخارج وكافة الإجراءات التي من شأنها التيسير على المصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية القادمة وكذلك المواد الإعلامية المعدة لتلك الإجراءات وكيفية التصويت ترجمة نانسي قنقر